عشية الأعياد اليهودية تحديان أساسيان تواجههما إسرائيل في هذه المرحلة جذبا كل الاهتمام في كلمات المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والأمنيين والعسكريين التحدي الأول يتمثل في الانقسام الداخلي الحاد الذي تشهده إسرائيل وما يحمله من تبعات خطرة على وحدة المجتمع وتماسكه في ظل التحذير من تأثيره سلبا أيضا في الجيش الإسرائيلي الشعب الإسرائيلي سيجلس إلى طاولة العيد لاستقبال العام الجديد في ظل صدع اجتماعي غير مسبوق لم تشهده إسرائيل أبدا وفي ظل توتر أمني أيضا في كثير من الأسراب في سلاح الجو هناك قادة لم يحلق منذ سبعة أسابيع وأصبح خارج الكفاءة كل يوم يمر تنخفض كفاءة سلاح الجو وهذا يلمس في الأسراب العملانية وفي مقر عمليات سلاح الجو التحدي الثاني يتمثل بالساحة الفلسطينية وما تحمله من مخاطر أمنية ولسيما في ظل عجل المؤسسة الأمنية والعسكرية عن مواجهة العمليات الفلسطينية بالرغم من أن مؤشر الإنذارات من تنفيذ عمليات كهذه آخذ بالارتفاع يوميا هذا العام هناك أكثر من مئتي إنذار لدى الشباك بشأن تنفيذ عمليات في الضفة ومن ضمنها عشرات الإنذارات المركزة التي تحوي أمورا ملموسة وهذا يزيل النوم من عيون قوات الأمن جبل الهيكل سيكون بؤرة توتر مهمة في هذه الأعياد إلى هذين التحديين الأساسيين تضاف أيضا تحديات خارجية تتمثل في الساحة الشمالية والنووي الإيراني على أن تعهد المسؤولين الإسرائيليين تقديم الردود المناسبة للتحديات المختلفة التي تواجهها إسرائيل قابله تشكيك من قبل محللين ولسيما في ضوء استمرار الانقسام الداخلي وتوالي العمليات الفلسطينية والتقديرات باستمرار التوتر على الساحة الشمالية وإزاء إيران اشتركوا في القناة